بعد شن تركيا عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا يبدو أن تهديدات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا بسبب هذه العملية في طريقها إلى التحقيق وفي هذا الخصوص مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس أعد مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على الأصول المالية للرئيس تركي وعدد من الوزراء إذن مشروع القانون يقضي بمنع أي مساعدة أمريكية للجيش التركي وفرض عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم له دعما ماديا أو تقنيا أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه بما فيها قطع غيار الطائرات وكذلك تشمل العقوبات المركبات التي تستخدمها القوات البرية والبحرية والأسلحة والمواد الدفاعية التي يستخدمها الجيش التركي كما تستهدف العقوبات قطاع الطاقة التركي حيث تشمل أي جهة توفر السلع والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات وأيضا أي دعم آخر يحافظ على إنتاج تركيا البترول المحلي والغاز الطبيعي الذي تستخدمه القوات المسلحة ويعفي المشروع المساعدات الإنسانية والطبية والمنظمات التي تعزز الديمقراطية إذن العقوبات الأمريكية على تركيا سيعمل بها موذ يوم فرضها وعلى مدار تسعين يوما مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس بأن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية وحادية الجانب في منطقة شرق الفراط وسحب تركيا قواتها وحول فائها من المعارضة السورية المسلحة من الأراضي التي احتلتها جراء العملية العسكرية التي أطلقتها في التاسع من هذا الشهر ترجمة نانسي قنقر